ازايك جل شاباب? في الفيديو جديد هنتعلم ازاي نقدر نعمل� عادة تهيئة لسمعات اليربودز اللي هي اه دي. وازاي او نقدر او نقدر نعملها زي اعادة ضبط المصنع او فورمات. طيب ايه الفاين ده او ليه انا مضطر ان انا اعمل الفورمات ده او عادة تهيئة او اعادة ضبط المصنع لسمعات اليربودز بتاعتي? وايه المشكلة اللي ممكن تدحل لما اعمل لها الفورمات ده. كلوا هنعرفوا في الفيديو دوت. خليك معي. انا محمد فتحه وتتفرج على قناة اعمل اول حاجة هو انا ليه مضطر ان انا اعمل اعادة تهيئة? وايه المشكلة اللي بتصادفني? وعشان كده بضطر اللي انا اعمل اعادة تهيئة? اول مشكلة بتصادفني ان انا بفتح البلوتوث ودي ناس كتير بتكلمني عليها. تمام? وتيجي اه تعمل اكتران لربط للسماعة بتاعتهم مع الموبايل. فيزهر مسلا السماعة دي اسمها تزهر ترانس مارت ال وترانس مارت رايت. يعني واحدة قدام حرف ال ال واحدة ومرة تانية في البلوتوث قدام حرف ال ار. فيعمل ربط على الاتنين. مرة على ال ار ومرة على ال ال. في الحالة دية كل سماعة بتشتغل لوحدها. يعني ايه? يعني لما ارفع السماعة الشمال. تمام? بتربط على الموبايل وابدأ اسمع بيها. ارفع السماعة اليمين. تربط هي كمان على الموبايل بتاعي. وابدأ اسمع آآ بيها. طب الاتنين ما بيشتغلوش مع بعض. ده هي واحدة بس اللي بتشتغل معي. اما شمالي اما اليمين. طب ايه الحل? انا كده مش عارف استمتع بالسماعة بتاعتي. ودفعت فلوس عليها على الفاضي وتلعت بيزة ويدحك عليها. لأ هو للاسف حصل لغبطة. آآ منك انت اثناء الرابط في اول مرة. فحصل آآ زي السماعات بتاعتك آآ هنجت. او محتاج ان يتعمل لها اعادة تهيئة. اعادة ضبط المصنع. او آآ الفورمات اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الفيديو. طيب ده اعمله ازاي? آآ في مسال للسماعات اللي هي كلها بتبقى بنفس الشكل من النوعية دي. اللي هي بتتحطي كده وفي بوكس آآ بيفتح بنفس الطريقة وبتبان قدامي بنفس الشكل ده كده. ما بتكلمش على سماعات اللي هي زي او نفس الاشكال آآ لسماعات اللي هو الاصدار الاول الطويل اللي بيدخل في قلب البوكس بتاعه جوه بينزل. ده ما اقدرش اعمل فيه حاجة. تمام? ولكن انا النهاردة بنستعرج مشكلة او حل مشكلة السماعات اللي من نوع آآ دوي. طيب بعمل ايه? وهي بتشحن قدامي في البوكس كده. باجي بقوم لامس السماعتين لمدة تتروح ما بين آآ خمساشر لعشرين سانية. تعالوا نشوف. النور الطبيعي بتاع السماعات ديت هو الاحمر والازرق زي ما احنا شايفين. طيب. ايه اللي هيحصل دلوقتي معايا لما ابدأ اعمل لها اللمس المستمر لمدة آآ عشرين سانية. تعالوا نشوف مع بعض اهوات. بص اللي حصل. انه آآ الدوني اضاءة او نور مختلف وبدأوا يرجعوا يشتغلوا مرة تانية. الدوني فلاش كده زي البنفسج. طبعا ده خاص بالسماعة ديت ولكن سماعات آآ سماعات تانية ممكن ما تدكش نفس الاضاءة الالوانات المختلفة دي. انه ممكن ما يكونش هي فيها اصلا خاصية الالوان دي. ولكن فيها اللون الاحمر بس. بس الفكرة او الطريقة نفسها هتنفع معاهم. اللي هي فكرة اللمس او الضغط لو هي كانت بازرار. الضغط عليهم او اللمس ليهم من مدة عشرين سانية. لغاية لما حس ان هي فتحت وقفلت مرتين آآ بالطريقة ديت. بتكون السماعات حصل لها عملية فورمات او ريستارت او آآ اما جاء في ارفعهم. بصوا هيشتغلوا بطريقة مختلفة هم. بدأوا آآ لسه بيتعرفوا على بعض. اوكي? وربطوا مع بعض مرة تانية وبدأت السماعة ديت آآ كده في الحالة دي. انا ما اجي افتح البلوتوز بتاعي بتاع الموبايل. يظهروا لي باسم واحد فقط. ما يظهروش باسم آآ سماعتين. اهو. تمام? خليني او رحلكو. ظهرت قدامي. باسم مرة واحدة بس. ولكن لما بتكون هي متل اغبطة بتظهر قدامي باسمين. مرة آآ قدامي حرف الار مرة قدامي حرف الال. طيب خليني انا اعدلكم موضوع تاني بس في حالة لو انا السماعات بتاعتي آآ كانت مرتبطة بالجهاز. وبعدين اعمل لهم انبير مرة تانية. لسه هوت بيتعرف على السماعتين. هو مش شايفهم. تمام? اهو بدأوا يشتغلوا. هي ترى. لسه مش قادر يتعرف عليهم. هنشوف كلا مرة تانية. طيب. آآ تعالوا نقفل البلوتوز بتاعي للموبايل. ده برضو نفس الطريقة اللي بعملها في السماعات بتاعتي بعملها مع البلوتوز بتاعي الموبايل بتاعي. اعمل له عشان يبدأ يبحث من اول وجديد. اوكي? وابدأ اشوف ايه اللي جابهوا لي مرة تانية. اهو. واضح شايفين? شايفين? وهنا اصبح بيقول لي بير بقول لي اوكي. عايز اقول رهلكو برضو. هنا حصل اه اتصال مع السماعات دي. طيب تعالوا انا اعمل لها بقى اه امبير. تمام? او نسيان لو انت جهازك بالعربي. خلاص? وعايز ارجع اعمل لها فورمات. اه حصل لغباطة ان انا دوست على السماعة دي شوية. ودوست على السماعة دي شوية. وعملت فيهم شوية آآ قلق يعني اه. تمام? وجيت روح تحاطي ديت. ورجيت روح تمشغل ديت لوحدها. آآ كده هوت بالطريقة ديت. اليدوي. اوكي? آآ ودوست عليها دوست طويل. فحصل لغباطة في السماعتين. هوت وهربط السماعة ديت لوحدها. هنشوف. بدايت تزهر. هيت. ربطت السماعة ديت آآ لوحدها. السماعة ديت بالتحديد زكية جدا. ان لو رفعت السماعة دي. الاتنين شبكوا ببعض. شايفين? في انواع من السماعات يعني فعلا السمارت فيها عالي. لان هما في السماعات دي مستخدمين آآ معالج كواليكم فده آآ سريع جدا وممتاز. طيب. تعالوا عايز اعمل عملية الفورجيت مرة تانية او عملية الاعادة التحقيقة. هعمل لهم هنا نسيان عشان اول ما اطلعهم ما يربطوش معه. طيب. هنعمل زي ما هارجع فقاركو تاني. بالمس الاتنين مع بعض. بعد ما اتلغبطوا معايا وكل واحد بقى تربط بشكل آآ منفرد على البلوتوز بتاع. هلمسهم الاتنين مع بعض كده. اهوات. شايفين الاضاءة كانت مختلفة. بص يبدأوا يرجعوا تاني يفتحوا ويشتغلوا مرة تانية. اوكي? لازم طبعا اسيبهم يكونوا بيشحنوا كده آآ مدة. وبعدين ابدأ اطلع السماعتين هلاقيهم بصوا بدوني مختلف خالص. لسه بيتعرفوا على بعض وبيعمل زي اعادة تهيئة بالزبط زي ما انا بقول لكم كده للمعالج بتاع السماعات آآ نفسها. طبعا هي لازم هتبدأ تهيئة. اوكي? تعرفت على السماعة بتاعت اختها. ربطوا بعض عن طريق خاصية اللي هي تي دابليو اس. لسه مازال في حاجة تانية هيعملوها برضو. وهي اني تنور ازرق واحمر. طيب. كده خلاص ربطوا ببعض وتعرفوا على بعض. عايز ابدأ اشوفها على اي موبايل آآ بتاعي. كده اعتقد ان هم مش هلاقيهم. لو عملت بحس. ما فيش حاجة. طيب. هنا ارجع اعمل لهم باقي البدء برة تانية. بعد ما عملت عدد التهيئة. ارجع اعمل لهم حكاية البدء برة تانية. اوكي هنا البوكس بتاعي خلص تقريبا آآ اهو. الشحن بتاعه ارى بي انتهي. طيب اجي ارفعهم بقى. اهم. ايوة. بدأت ترجع تشتغل بشكل طبيعي جدا. ربطوا ببعض الاول اول مخرجتهم من الصندوق. عدت المدة خمس سواني. ربطوا ببعض الاتنين. وبعدين بدأت الواحدة فيهم اللي هي المصدر آآ اللي المفروض انا اشوف ها دلوقتي على الموبايل بتاعي. وحصل بالفعل هي ابدأ اربط عليها واشوف. بالفعل ربطوا لاتنين مرة واحدة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. الطريقة دي هتنفع مع كل السماعات اللي هي نفس الشكل كده ونفس التصميم بتاع السماعة دي مش نفس الموديل. ولكن كل السماعات اللي بنفس التصميم ده كده اللي اقدر المسهم وهم مفتوحين كده وهم بيشحنوا آآ بيتعمل لهم اعادة تهيئة او الفورمات او اعادة ضبط المصنع وبالتالي تقدر ترجعهم يرجعوا يشتغلوا الاتنين مع بعض. آآ ياريت تقولولي اي حد عنده مشكلة بتواجهه فيه سماعات زي دي وانا برد على كل التعليقات وبشوف اللي اللي وصل لحل المشكلة بتاعته ياريت يبعرفنا برضو يقولنا ان هو وصل لحل او قريقة دي نفعت معاه او ما نفعتش معاه. شكرا لكم. السلام عليكم.